هنبتدي خلاص مرحلة رياض الأطفال وتبتدي بقى الخلافات في البيت ده عشان لا أنا عايز أدخل الولد هنا أو عايز أدخل بنت هنا والبيقولون إن دي أحسن وبيقولون إن دي أقوى وهتبتدي بقى سلسلة كبيرة من الجدال خلينا في البداية نعرف منك إيه هي المعايير الأساسية اللي لازم تكون متوفرة في المدرسة اللي هقدم لأولادي فيها خليني أفجأك شوية وأجاوب بالمقلوب المعايير الأساسية في البيت مش في المدرسة يعني إحنا طبيعتنا في مصر إن إحنا بنفكر على طول نجيب نجيب سقف كل حاجة وبالنسبة للأمهات الحكمة بيبقى الناس رأيها إيه آخر حاجة مبص عليها نفسية الطفل فيهم يعني أنا إبني شاكل وي إبني سيمات وي البيت شاكل وي عشان نختار بيئة من مدرس تكون مطابقة لمواصفات البيت فبنقل بالموضوع شوية ونقل بالموضوع على الأم شوية لازم تعمل حاجة لكستعدي بقى أنا ميل البيت عندي ميل تربوي ديني ولا تربوي متوسط ولا أنا بيت منفتح وعايز مجتمع منفتح ده أول سؤال هسأله تاني حاجة هسألها إبني إنسان حركي بيتحرك كتير مبيعطش مكانه فأنا هعوز مثلا حتة تانية خلص مش عوز ناشنل سيستم مثلا هخش على أماركا مثلا مش هخش على البريطاني طبعا إنه أكتر ريتن ولا أنا إبني حد بيحب يقرأ وبيععد لوحد ويمسك كتاب أو بيحب الألم أو بيحب حاجات معينة فأنا هختار له حاجة متبقى للمواصفات النفسية اللي تلائم هو هيعيش فين ليه بني أعمل كده؟ ليه المقلوب ده؟ ليه دلوقتي السيكولوجي بيحكم التعليم لأنه هو ده الأساسي دلوقتي إنه أنا عايزة طفلي سوي نفسيا ما يخشش مدرسة يلاقي نفسه أنا وديته وبعدين أنا كأم طول النهار بتخانيك مع المدرسة حريك بتخانيك مع المدرسة عشان حريك مثلا إنسان متدين جدا وراحت وحطيته في بيئة مفتحة جدا فطول النهار بتدور على الحاجة بتقول ده غلط طبعا أنت حطه في بيئة حضرتك بتقول غلط في البيت والمدرسة بتقول صحيح أنا مختارتش اللي ناسبني يعني يس فأول سؤال أول حاجة حريك بتختار البيئة المؤمة لابنك حريك عايز أنهي اتجاه وبعدين بتبدأ تتوجه تاني حاجة بالبرنامج التعليمي اللي يناسب سمات شخصية ابنك عشان حريك تكون أكاية وحضرتك كأم ما تعيشيش صراع نفسي مع ابنك طول الوقت صريخ وصويته البيت طبعا حالتك عارفة بيت المصري هادي جدا فحش هازين كده والأسف يعني المعيار اللي دايما بيبقى في الحسبان هو المعيار المادي قبل أي حاجة كل الماديات لها لابلز يعني أقصد كمان أن الأسر بتبقى عايزة حريصة أنها تدخل أولادها مدرسة بتحسبها أنها أفضل يمكن بالمعيار المادي ما بتدرسش المدرسة فعلا بتعتمد أي نظام تعليمي البيئة نفسها بيئة الدراسة ازاي بتكون عاملة في المدرسة ده حقيقي المعيار المادي بيحكم بس هو بيحكم بشكل شوية معتمد على الورد في معصو يعني دعنا نقول الكلام حضرتك قلت لي فأنا قلت لها فهم قالوا لي فإحنا قلنا إنما ما بخشش عارف أنا المدرسة فكريها عامل ازاي الشخص اللي هيقعد معي في سكول كونسلر مثلا نحن ندفع كتير يعني أنا عايزة كتير يعني أنا عايزة سكول كونسلر كويس حدا بيتعامل بعض الصحة النفسية بتاع الطفل عايزة المنهج الأكاديمي يكون قوي عايزة دائما سعنده دفع كتير الدفع كتير فيه حاجتين فيه ثلاث حاجات فيه آي بي وفيه أمريكا وفيه بريتش الثلاثة ليهم طفل اللي لازم تختاريه المدرسة على اللي يتوافق مع نفسيته عشان ما تضغطيش حالي بردو كل مدرسة مختلفة بيئة كل مدرسة مختلفة تماما تماما إذا دخلت بريتانيا احنا بنتكلم تماما في نوعات طول النهار بيذاكر احنا مش هنهضر احنا بيبرورك للصبح كمدرس وكطالب اللي اتنين باي باي اللي اتنين اتي في مرحلة عمرية تشتغلي بس أمريكا طبعا دمج بقوة مع التعليم وكمان فرص كتير جدا لو راحت مش هتروح عليك دايما عندك ترايلز فهيهو عندك دايما second option فالباب ما بتقفلش احنا موجودين مع بعض يعني